كل هذه الأمور إذا ما توقعنا في حال سقط النظام الإيراني الذي وصفته قبل قليل بأنه يصف نفسه بالآلهة المقدسة ماذا سيكون وضع أدواته المسلحة في الوطن العربي أو في المنطقة وأتحدث هنا عن اليمن ولبنان والعراق وسوريا أين سيكون مصيرهم من وجهة نظرك؟ خلينا أقول أن إيران اعتمدت بشكل كبير على استثمار في هذه الميليشيات لسنوات طويلة وهي رفضت مرارا دخولها في تحت ضغوط أو صفقة خاصة الحديث طول الوقت في الفترة السابقة عن التعامل مع إيران كحزمة واحدة على أنه الحل الرئيسي لتحقيق استقرار حقيقي في المنطقة وفي الأقليم لكن إيران تحاول الإبقاء على فكرة التفاوض في حدود الاتفاق النووي فقط لأنها تعي جيدا أن هناك ثوابت لا يمكن التفريد فيها وحتى وإن ضحط بجميع أطياف الشعب الإيراني وأوضاعهم الاقتصادية والمعاشية وبالتالي هي تعلم جيدا أن هذه هي الأدوات التي تشكل ضغط وأدوات ربحة بالنسبة لها وهي تحاول الاستمرار رغم كافة العقوبات أو الأوضاع الاقتصادية أو الاحتجاجات في الداخل لكن هناك ثوابت من دعم هذه الميليشيات لكن في النهاية خلينا أقول أن النظام الإيراني على ما يبدو به من حالة من القوة والسيطرة واستخدام الأدوات الأمنية لكنه في النهاية نظام هش للغاية على اعتبار أنه هو وده اللي عايز أقول عليه ويمكن أتفق مع أستاذ أسامة في الترحي الذي قدمه لكن في حديثه على أن البعد الأيدولوجي وإسقاط النظام هو التحول الجديد فيما تعلق بهذه الاحتجاجات أعتقد أن هذا التحول أيضا كان موجود في السابق حتى وإن كانت الاحتجاجات على أسس اقتصادية أو معيشية أو غيرها لكن في النهاية بدأت شعارات مثل سقوط النظام أو إسقاط الدكتاتور أو الشعارات التي تسقط هذه الهلة الأيدولوجية والقدسية الموجودة وده كان بدأ من 2017 حتى وما بعدها وبالتالي عايز أقول يعني عشان الفكرة تكون واضحة أن على الرغم من قوة النظام وقوة الميليشيات التي يستثمر فيها لكن في النهاية أعتقد أن هذه القوة هي قوة وهي وهذه الميليشيات إذا ما سقط النظام سيكون هناك إشكالية كبيرة جدا في استمرارها وستجد عجز كبير خلينا أقول أن حتى مع مقتل قاسم سليماني أبو مهدي المهندس تعرضت هذه الميليشيات لهزة شديدة في العراق وده كان واضح بشكل كبير وحتى مع العقوبات وعلى الرغم من أن إيران كانت تحاول ربما إمدادها وتقديم وسائل مختلفة ومتنوعة للدعم المادي لكن في النهاية تأثرت بشكل كبير الاحتجاجات الموجودة الآن مع استمرارها وتوازيها في خطوط أخرى مع دول عربية أخرى أعتقد أنها ستهز النظام بشكل كبير وستجعل تحرقات الميليشيات بعيدة كل البعد عن الصقة التي معروفة عنها وستهز تحرقاتها أعتقد أن هذه المساحة الموجودة في العاصمة العربية لم تعد كما كانت عليه في السابق على الرغم من استمرار وجود الميليشيات والدعم وغيره لكن هناك رفض على المستوى الشعبي وربما ينتقل إلى المستوى المؤسسي والدولي للدول الموجود فيها وده يعني بيؤذن بمزيد من الاحتجاجات وأعتقد أن إيران لن تستطيع العيش هي وميليشياتها بشكل آمن في المنطقة في هذه الفترة أو حتى الفترة القادمة سيكون هناك ربما وجود مقتل مايس أميني واحتجاجات اقتصادية أو غيرها هي شرارة لكن الأساس موجود والأساس والإشكالية الرئاسية هو أن النظام سقط في أعين وفي قلوب وفي أيدولوجيا وعقول المواطن الإيراني وهذه هي الإشكالية لم تعد مفردات الثورة موجودة لدى المواطن الإيراني